أو أكتركوا؟ أحكي لي كده لتجربة من بداياتها بصنا يعني أنا بالنسبة لنا كنت لسه في شريط دخيل أبو مسلم كان لسه في مزارع دينا ريدا شحيتا كان لسه في المنصورة كان يعني التوليفة بتاعت المنتخب بتاعنا كانت كلها من أندية مصر كانت معنا ناس من الألمونيوم كانت معنا ناس من نادي إينا كانت معنا ناس من أندية بحري فما كانش الموضوع بالنسبة لنا يعني كابتن شغريب كان في بداية الإعداد بتاعنا لف كل مصر كنت شايف كل لعبة حتى كانت بطولات الجمهورية كانت تتعمل في الوقت دو إحنا وإحنا صغرين كنا عارفين بعض إن إحنا كنا بنشارك على طول في البطولات الجمهورية فأنت بتسافر وبتعمل احتكايات كان الدوري كان مختلف كان الدوري كان قوي كان الدوري كان فيه لعبة كثيرة جدا كويسة فيمكن الحمد لله الفترة اللي كابتن شاوي بدأ فيها كانت بدري فهو كان بيكون المنتخب من بدري ودي حاجة ساعدته على إن هو يوصل في الآخر لأفضل ناس كانت موجودة أو أفضل مجموعة استمرت معاه يمكن الإعداد في الفترة دي تفدنا كتير جدا يمكن من الحاجات اللي فدتنا إن انت احتكيد بكل المدارس من بدري وانت لسه صغير وخدت خبرات كتير جدا ولعبت في أفريقيا ولعبت في أوروبا ولعبت في أمريكا ولعبت في كل الأماكن ولعبت أعتقد فيه بطولة كندا أعتقد ده بعديها بعد كسل عامل لكن أنا أتكلم في البداية هو إحنا في الإعداد نفسه إن توصلت المرحلة أن أنت لما هتلعب مع أكبر منتخب ما عندكش مشكلة أنا كان سؤالي يعني مع كامل احترام والتأدير طبعا على رأسي من فوق كل أسماء اللي أنت قلتها بس بتقولي ألمونيهم مش عارف إينا منصورة يعني فرق ما عندهاش طبوح البطولات قوي وانت كلاعيب فيهم يعني رايح كاس العالم وانت رايح تنفس على كاس العالم رايح كاس العالم وانت شايف أنك قد البطولة ما دي برضو كان تحدي قدام الجهاز الفني أنا أتكلم أن أنت في البداية أنت إعدادك كان عامل إزاي هو الإعداد اللي فرق معا أنت عشان توصل للمرحلة دي أنت استعدت إزاي مطشاتك كانت إزاي تجمعاتك أنت في الفترة دي أو في الفترات اللي هي قبل كاس أمم كانت عاملة إزاي المشاركات اللي أنت استفدت بيها والخبرات اللي أنت خدتها قبل البطولة ديك برضو كانت مهمة جدا بالنسبة لنا زي ما قلت لك إحنا كنا في الفترة دي يعني أقل واحد فينا مثلا لعب مثلا بتاع 50-60 مطشو ودي 50-60 مطشو ومطشات دولية يعني مطشات دولية مع منتخبات وفي كل ظروف رحنا في أفريقيا وملاعب مش قيسة وإقامات صعبة جدا ولعبت رحت في أوروبا وخدت الخبرات إزاي بتقابل المدارس دي وإزاي أنت هتقدر تتعامل مع المدارس دي بالشكل بتاعك أو بكورتك أو بأسلوبك كل الحاجات دي كانت قبل الإعداد بتاعنا أو قبل البطولة يمكن الحاجات دي هي اللي فاتتنا وإزاي ما قلت لك هي وصلتنا لمرحلة أن أنت بقى عندك خبرات بقت خلاص ما فيش رهبة بتلعب أي حد بتلعب أي حد ما عندكش مشكلة بالضبط فما فيش مشكلة بالنسبة لك فأنا شايف أن الإعداد والاحتكاك وأن أنت تاخد خبرات بقتاً مدي للمدارس بقى فيه مسكلة نعم بقى يبدأ باللغة العالية بlit نعم بس أنت خلي بالأس بقى تفرق منتخب كبير منتخب سغير دائماً حاسينه فيه مشكلة ترفضي أنت عندك مشكلة كمنظومة يعني خلاني نتفق إن فيه حاجات كتيرة جداً غلط بتتم في مصر فيه حاجات كتيرة مش منظمة فيه حاجات مش واضحة أنت هتحضر لها إزاي أو أنت المفروض أن أنت الهدف اللي أنت هتستخدمه أو الهدف اللي أنت عايزه هتوصله إزاي هتعدله إزاي فيه تخبط كبير جداً في الفترة دي لغاية دلوقتي ما فيش مدرب منتخب أولمبي نفسه ما عينتش الحاجات دي كلها مع احترامي يعني في الدول التانية أو في الدول اللي عندها نظام أو عندها سيستم المفروض الحاجات دي بتبقى مترتبة من بدري ومعروف التوقفات بتاعتها المطشط بتاعتها الإعداد بتاعتها هيبقى عاملة إزاي إحنا مع احترامي الفترة اللي فاتدي دي كلها إحنا مش عارفين ننظم الأمور داخلياً مسابق الدوري أنا شايف أن هي مش قوية كان مع الدوري الممتاز طبعاً طبعاً حتى القاعدة اللي تحت الكناشئين أو الدوري الناشئين أنا شايف أنه هو برضو دوري ما يقدرش يفرز لك اللعيبة اللي أنت تقدر تقول لا أنا هشتغل على اللعيبة ديت أو أنا هحضر اللعيبة ديت أو هحضر الجيل دوات عشان أقدر أستفاد منه الفترة اللي جاية زي ما قلت لك إحنا عندنا مشكلة في النظام أنت مش محدد حاجة واضحة ترجمة نانسي قنقر